يعني الموضوع اللي تفضلت فيه بعدة جوانب مهمة لكن أنا أعتقد فشل الأنظمة العربية هو اللي سمح لإيران أن تتمدد لولا الحرب الأهلية في لبنان من 1975 لغاية 2008-2009 لما استطاعت إيران أن تتمدد عبر تفكك دولة إيران والنظام والحرب الأهلية وعلاقتها بالمقاومة الفلسطينية وخلق حزب الله وتدريب قوات حزب الله وخلق وتطور حزب الله وأصبح دولة ضمن الدولة يعني لو كانت لبنان لم تسقط في فخ الحرب الأهلية وتفكك هذه الدولة لما استطاعت إيران أن تشتاح لبنان وتخلق حزب الله ونصل إلى هذه الكارثة سوريا لو لا أزمة النظام السياسي الداخلية والذهاب إلى هذه الحرب الأهلية لما استطاعت إيران أن تتدخل وتصبح ذات نفوذ في دير الزور والحسكة ودماشك والقنيطرة ومختلف الأراضي السورية بسبب ضعف النظام السوري في العراق لو لا احتلال الولايات المتحدة الأمريكية للعراق لما استطاعت إيران أن تصبح أو تمتلك هذا النفوذ الواسع بسبب تفكك الدولة ومؤسساتها وهشاشة النظام والوضع الأمني الخطير اللي استمر من 2003 لليوم بأشكال مختلفة نفس الشي في اليمن عبر الانقلاب اللي قادوا العثيين إذن إيران تستغل هشاشة الأنظمة فتتدخل عبر أدواتها ودعم الميليشيات العسكرية والتسلح والتدريب والتمويل كل هذا يأتي ضمن إطار العقيدة العسكرية الإيرانية والعقيدة الدينية والسياسية الإيرانية ترجمة نانسي قنقر